ولا مخاصم مخاصم ولا شايل شايل ولا ظالم ظالم ولا قد حاجة مرين دهاش تلاقي وكأني معريس مش جاية يعني الانتظار للعريس أنا شفتها يعني عمليا كده ترجعت لا متى للعذارة لا أعمى نفس القط نفس الله إن كان معي واحدة مستنية عريسة بيشتغل في الخليج أيها وبعدين أنا طبيب بشري بس هي أسنان لقيتها دخلت تصالح السنان فبقولها أنت تعبانة في عاجة بسنانك قلت لي لا العريس جاي فدخلت أنظف الجير اللي بسناني قلت ياه ياه أنا وقتها كنت بفكر نكون منتظرين العريس إزاي ياه كل حاجة توضبت فيها حتى الجير اللي بدي السنان بتشيله يا بوي ده إحنا مش مستنين العريس أبدا بقى عبالنا كده وبخطيانا وبشرينا واللي مخصم مخصم واللي شايل شايل واللي ظالم ظالم واللي قد حجم ردهاش وكأنني العريس مش جاي كأنني العريس مش جاي إحنا متبتين فيها والحاجة التانية الأشواء أشواء يعني يعني مين عروسة حتى أنا كنت أقول هي عروسة دي هابلة اللي ما يقولوش العريس جاي تقول لا ما يجيش يعني دي تبقى عروسة بتحبه فإذ كان إحنا في حياتنا العادية غريب علينا إن انتظار العريس يبقى لا 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 ما يجيش طب يبقى أنت مش بتحبه ولا أي ليه ليه مش عايزة العريس جاي وبعدين حتى يستنى العريس كده فرحة تجير يعني على الشعره كل حاجة قداثة تكريس نظافة نقاوة وصاية إدقاه هو دي استعداد العريس أنا فهمته كده سعيد لا دا ما نفوتش ولا سهوات ولا اللي الناس كلها بتعمله ولا البرودة برودة القلب برودة الحب وفطور العلاقة دا مش شكل واحد مستني فإن رب اشعل نار حبك فيها تاني وصحي الأشواء فيها من جديد وخليني فعلا بقى مستعجلة أن أتلاق معاك في القلوة كل يوم مستعجلة أن قابلك في الحقول وفي المزارع زي عروس النشيد أخدم معاه وأنا بخدم عشان مشتقة أفرحه وطلع له السمار ورائحة اللفاعية فيه كلام الجميل دا وإن عروس النشيد جاء للتوضيح وصفر نشيد الأنشيد في العهد القديم في العهد الذي بيوضح يعني ايه أنا بحب العريس وأشوائي ليه وانتظاري ليه على مستوى الحب والأشواء وطلب المجيء والانتظار المجيء وعلى مستوى التنقية والتقديس والتكريس وفيش حاجة غالية أغلى منه يعني ولا قرورة ولا بتاعه كله يكسر ولا دور أجيب ولا مجيبش ولا أحوش ولا محوش دا خلاص العريس جيه فأي أناس يا جبان ندرح كل سقل والخطية المحيطة أنه العريس قال في آخر سطر في آخر الكتابة المقدس قال أنا آتي سريعا الآن سريعا سريعا